اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جلسة علنية وهذه المرة من محافظة عجلون المحافظة المعنونة بتناقضات او ثنائيات بحاجة لحلول اولها خفتها العددية التي تزيد قليلا عن مائة وثمانين الف نسمة ومعد البطالة يزيد عن تسعة عشر في المائة ونسب فقر بنحو ستة وعشرين في المائة متوعة بثلاثة جيوب للفقر وثانيها مساحة المحافظة البالغة أربعمائة وتسعة عشر كيلو مترا مربع ورغم خضرة المحافظة الا ان المساحة الصالحة للزراعة فيها تقدر بنحو سبعة وعشرين في المائة وثلاثة وخمسون في المائة من الاراضي الصالحة للزراعة مهملة وثالثها الميزة التنافسية للمحافظة في قطاعي السياحة والزراعة ثنائيات بحاجة الى اعادة قراءة بالتأكيد فكيف لنا تعظيم الفوائد من ميزة عجلون التنافسية في قطاع الزراعة من حيث تحويل الاسرة من مستهلكة الى منتجة وكيف نحقق الامن الغذائي وكيف نقلل من نسب الفقر والبطالة من خلال الاستفادة من ميز المحافظة التنافسية ارحب بضيوفي في هذه الحلقة وابدأ بمعالي وزير الزراعة المهندس ابراهيم شاح حدا اهلا ومرحبا بك كما ارحب برئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد السمادي اهلا ومرحبا بك ومعنا ايضا السيد رامي برهوش رئيس الهيئة الادارية للعربية لحماية الطبيعة اهلا ومرحبا بك كما ارحب بالرئيس التنفيذي لمنصة نواء احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد السيد احمد الزعبي اهلا ومرحبا بك ارحب ايضا بجمهور محافظة عجلون الكريم اهلا ومرحبا بكم جميعا نحن هنا اذا للحديث حول قضية واحدة وهي كيف نوظف الميزة التنافسية للمحافظة في قطاعها الزراعي وابدأ الحوار في هذه الحلقة مع معالي الوزير الشاح حدا اهلا ومرحبا بك معاليك مرة اخرى وسأبدأ معك بخطط الوزارة وزارة الزراعة لتحويل مبدئيا الاسر من مستهلكة الى منتجة في المملكة بشكل عام وفي محافظة عجلون تحديدا وانا سأبدأ من مهرجان الزيتون اللي كان تقريبا قبل اشهر في عمان وابدأ كذلك الامر من مهرجان الزيتون او زيت الزيتون اللي كان في اربت حينما عرضنا هذا المهرجان وجدنا ان هناك تصنيع غذائي زراعي على درجة عالي من الجودي وكذلك الامر هناك من خلال هذا المهرجان كان ايضا شاركت معنا اكثر من قطاعات في التصنيع الغذائي في الالبان والاجبان وغيرها وكذلك الامر في الجانب الحرفي فمن احدى السيدات من هذه المحافظة قالت لي وهي والدة عزيزي انه انا خلال الثلاث ايام انا حصلت على وبدأت حدث بلغتنا على خمسطعش الف دينار في خلال ثلاث ايام من مشاركتي في هذا المهرجان ولم يكن ذلك الا بتميز المنتج اللي احنا بنعمل عنه دور وزارة الزراع الان وايضا هذا في ذهنية الحكومة ان يكون هذا البرنامج واقعا عمليا نعمل فيه بجد واجتهاد وان نحول هذه الاسر من اسر فعلا مستهلكي الى اسر منتجي احنا اليوم عنا مديرية المرأة الرفية وهذه المديرية مديرة التنمية الرفية وتمكين المرأة هذه المديرية الان معنية بشكل كبير في النمضي بهذا البرنامج وهذه المديرية تعنى بكل منطقة لها خصوصية اليوم حينما نتحدث عن زيت الزيتون ايضا نتحدث عن انه احنا من خلال وهذه انا اطلقها عبر شاشتكم الغراء اننا حينما كنا نفحص الزيتون وجودة الزيتون كان بتسعة وتسعين وتسعة بالعشر اكسترا فيرجين وحينما نتحدث عن الان عن هذا الجانب التسويقي انا اقول بصفتي وزير زراعة وزير بيئة ان منتجنا في الزيتون يكاد يكون مئة بالمئة اورغانيك عضوي طيب يعني ما عليك نتحدث فقط عن بشكل محدد يعني عن الزيتون سأدخل معك سريعا اذا سمحت لي برؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لقطاع الزراعة في العام الفين وخمسة وعشرين انجاز استراتيجية يتمثل بانتاجية زراعية عالية كفاءة في استخدام المياه الري استخدام عالي للتكنولوجيا واضفة الى اهداف متعددة ماذا حققت او ماذا سيتحقق في القريب العاجل من هذه الاستراتيجية تحديدا في عجلون مهم جدا خلال اربع اشهر ماضي كنا نستورد سلع نسميها بالسلع اللي احنا بحاجتها وبنسميها احنا بسلع العجز كنا نستوردها بشكل كبير جدا كنا نستورد سلعة البطاطا والبصل كنا نستورد الجزر كنا نستورد الموز بشكل كبير جدا احنا الان على حساب محصول كنا نزرع بسبع او ثمن اضعاف ما نحتاج له محصول البندورة وبسبب ظروف سياسية محيطة فينا الان احنا في وزارة الزراعة نهجنا الخط الثاني وقلنا هب ان هذه الاسواق اصبحت مغلقة ماذا بوسعنا ان نعمل فحمينا المنتج المحلي بالتشاركية مع التاجر والمستهلك حماية المنتج المحلي واود ان احكي ببساطة كان مزارعنا حينما ينتج البطاطا بقدم هذه البطاطا قبل نضوجها من اجل انه يسابق في عملية تسويقه هذا يؤثر على عملية تسويق خوفا من اننا سندخل له سلعة اخرى وهي السلعة موجودة عنا اخواني خلال اربعة شهر باتكاءنا على هذا المزارع المجد خلال اربعة شهر انتقلنا بهذا المحصول الى اننا الان نصدر هذا المحصول كذلك الامر اليوم وزارة الزراعة تدرس كيف لنا ان تكون هذه الزراعات زراعات العجز بشكل مستمر طيلة ايام السنة احنا حبان الله غوري مناطق غوري وشفى غوري ومرتفعات وبهذه المناخات الثلاث يتحقق لنا جميع الزراعات وتكون على مدار السنة وهذه تحقق لنا اولا الامر الغذائي والشيء الثاني كذلك الامر ان تكون العمال الموسمية في طيلة ايام السنة وكذلك الامر توفير المال الي احنا يتحول من عمل جراء عملية الاستيراد احنا وفرنا في ثلاث اشهر خمس وعشرين مليون في هذه المحاصيل كنا نستوردها وهي توفير العملي الصعبة للبلد سأتي معك الى نقاط اخرى ما عليك ولكن يعني سأنتقل الى رئيس مجلس محافظة عجلون دكتور محمد اسماد يعني ماذا قدمتم من اقتراحات قد تسهم في اضافة شيء جديد للزراعة في محافظة عجلون احنا في دورنا كمجلس محافظة استغلنا على ان نمكن الناس نفرد مخصصات لعمل الطرق وتنفيذ الطرق حتى يتمكن الناس من الوصول الى مزارحهم ينتجوا ويستطيعوا سوقوا ثمرهم هذه التحدي اول وستطعنا ننجز شيء جيد جدا في منظومة الطرق الزراعية ومغزة على على كافة الحقول والمزارع الموضوع الثاني اللي عندنا طبيعة هذا التطور في فيما يخص الطرق الزراعية الطرق الزراعية احنا المزارع لما بدي يشتغل مثلا بمثال عنده معرشات عناب اذا ما كان عنده طريق لو بدي يحملها على على بالطرق التقليدية على الدواب وكذا المحصول راح يضرب فبالتالي بهمنا انه السيارة تصل هناك وتتحمل بشكل كويس وتصل عمان تتسوق عمان المنتج البعلي العنب منتج بعلي ثمره ذا جودي عالي وتسويقه متميز جدا في المملكة لذلك احنا هذه الميزة التنافسية لمنتوج العنب راعيناها وفردنا مخصصات لعمل معرشات العنب في محاوط عجدون الان فردنا حوالي ميتين وخمسين الف دينار واذا وجدنا انه في حاجة عندنا استعداد النعمة المناقلة تصل الى نصف مليون دينار هذا المنتج وهذه المعرشات ستكون هي رافض رئيسي في تمكين الاسر وتثبيتهم وتشجيحهم على ان يكسب بقوتهم بعرق جبينهم وإلها جدوى اقتصادية جدا مهمة المنتج الزراعي تحدي فيه بس موضوع الثمرة كيف يستخدم المستهلك المنتجات عجلون مسوقة لنفسه كم قصص لقطاع الزراعة من ميزانية المحافظة؟ هذا العام حوالي مليون ومئة ألف مليون ومئة ألف المشاريع بشكل مقتضب دكتور ما هي المشاريع التي سيتم تنفيذها من قيمة ما خصص؟ حقيقة في مشاريع تبطين القنوات هذه مشاريع شغلين على وزارة الزراعة وما فيش تأخير فيها في مشروع معرشات العنب حسب ما أعلمني عطوف مدير زراعة الآن صدرت التعليمات بحيث أنه فعلا يباشر المزارعين بتقديم طلباتهم والكشف وتأهيلهم حتى يقوموا في الناحية الإجرائية في تنفيذ المشاريع شكرا لك أنتقل لك سيد ربي برهوش رئيس الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة بداية قبل أن ندخل معك بتفاصيل أكثر نريد أن نعرف باختصار من هي هذه الجمعية ماذا يمكن أن تقدم للمواطن بشكل عام وتحديدا المواطن العجلوني العربية لحماية الطبيعة جمعية أردنية تأسست تقريبا قبل 15 عام قمنا بحملة سمناها حملة القافلة الخضراء طبعا كان فيه نحكي نضوج تدريجي في فكرنا إحنا كان الأفكار أو الفكر الموجود عن مؤسسين الجمعية كان عندنا فكر أنه انساهم في تعزيز الأمن الغذائي للشعوب العربية طبعا حلم كبير وأي جزء انساهم فيه إحنا بنكون شعارين أن نعملنا إشيء قمنا بحملة القافلة الخضراء فكرنا الأول كان الذهاب إلى المحافظات والتعاون معها لزراعة الأشجار الفكرة للأسف فشلت لأنه أخذنا أراضي للبلديات أخذنا أراضي شوارع عامة زرعنا فيها وطبعا قلة الرعاية والمتابعة راحت حولنا فكرنا بعدها حولنا النشاطات إلى المدارس لأن المدارس عادة عندها جدران وفيه نوادي بيئية وفيه مدرسين وفيه خزانات مياه بدنا نزرع مدارس القرى الأسباب كانت طبعا أنه زيادة الرقعة الخضراء الأكسوجين صد الأغبرة ويعني الأشياء وإحساس الطالب أنه بمدرسة خضراء ولكن هاي حرفتنا عن الفكر الأساسي وهو تعزيز مفهوم الأمن الغذائي عند المواطن الأردني فرجعنا وقررنا نستهدف قرى بنروح على قرية معينة مثلا نتحدث مع أي أشخاص نشاطاء فيها حابين يفيدوا القرية بيعملوا مسح على كل بيوت وأراضي القرية إيش الشجر اللي هم حابين يزرعوه من ضمن الأشجار المناسبة لمناخ هذه القرية نعرف مثلا عدد الأشجار المطلوبة إيش أنواعها إحنا مسؤوليتنا نسهل العملية إحنا بنستقطب شركات وأفراد ومؤسسات أردنية عشان يدعموا هاي المشاريع بالمبالغ هذه بنشتري الأشجار بنوصلها بناخد معانا متطوعين وبنقوم بعملية الزراعة يد بيد مع أهل القرى بيت بيت أرض أرض نزرعهم كاملين هاي طبعا بتساعد أشياء كثيرة وأحد من الأشياء الأساسية مفهوم ارتباطه بأرضه سيد ربي هل تم تنفيذ أي مشروع في محافظة عجدون عن طريق الجمعية إحنا بدأنا بصراحة شفنا من دراستنا للواقع الأردني شفنا أنه الأغوار الأردنية هي قد تكون سلة الغذاء الأردني مثل ما كان أسمها وشفنا أنه الأغوار الجنوبية وضعها يعني محزن أغوار الجنوبية في عليها نوع من الإهمال أهلها وضعهم أصعب من المناطق الثانية بشكل عام والأغوار الوسطى عندهم الإمكانيات أن يزرعوا ولكن العملية ما عم بتنبيه هذه السهولة فقمنا بالتركيز بداية على المناطق الثانية وزرعنا غيرها طبعا زرعنا بوحدة من القرى التي كانت مثال حلو وكانت قرية بيوضة بالإصبيحي جنب الصلب جاءتنا واحدة من أهل القرية وهي ناشطة بيئية وزراعية أعطتنا فكرة أن القرية عندها وعي معين وحابة تزرع القرية كلها ربطنا معهم وشاركناهم بمئات المتطوعين نزلنا على ست أسابيع جمعة وسب جمعة وسب زرعنا ما يزيد عن ستة لاف ستة لاف وخمسين شجرة إذا كانت هناك أي نية من أي أحد من المواطنين في عجلون بالتقدم لكم لزراعة منطقة محددة أو قرية محددة لا يوجد إليكم أي منع في المساعدة في هذا الإطار نحن نفضل أن يكون العمل جماعي أما يجي شخص يحكي لنا بدي أزرع بيتي أو أزرع أرضي نحن نشعر ونحن مؤمنين أن العمل الزراعي لا ينجح في العالم كله ليس لدينا إلا يكون منظم ويكون جماعي القرية عندما تقرر أهل القرية أن يزرعوا القرية نحن نقوم بكل شيء ممكن نعمله لكي نساعدهم في زراعتها شكرا لك أنتقل لك سيد أحمد الزعبي وأنت الرئيس التنفيذي لمبادرة نوى منصة نوى إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد نتحدث بشكل أكثر عن هذه المبادرة ماذا تقدم؟ كيف يمكن لكم خدمة المواطن العجلوني فيما يخص قطاع الزراعة تحديدا ونحن نعلم بأن المبادرة يلي لها أكثر من توجه سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو غيره يعطيك العافية جميعا وشكرا لدعوتكم إلنا مبادرة نوى هدفها جدا بسيط مبادرة نوى هي عبارة عن حلقة وصل ما بين القطاع الخاص الأردني الذي يشمل الشركات والأفراد اللي بيحبوا يدعموا أو يتبرعوا لصالح أي مشاريع خيرية تنموية لها أثر إجابي على المجتمع وما بين مؤسسات المجتمع المدني الرسمية اللي هي تشمل الجمعيات والشركات الغير ربحية بيجي دور منصة نوى في التشبيك عشان نحسن توجيه التبرعات وأهم من هيك دورنا هو قياس الأثر الناتج من خلال هذا الدعم عشان نقدر نرجع ونحكي إلنا كل ياتنا إنه هذا الدعم أدى إلى رفع مستوى معيشة أدى إلى تدريس أدى إلى زراعة أدى إلى أي أثر ملموس فمن نشاطات منصة نوى اللي هي دعم برضو المشاريع الزراعية المشاريع التشغيلية والتشبيك طبعا مع الجهات الممولة وحاليا تم تنفيذ مشروع في الغور لزراعة أحواض بلاستيكية منزلية للعائلات الأقل حظا اللي بتواجه مشكلة في تأمين قوتها اليومي فقامت إحدى الجمعيات بالتواصل معنا شبكناها مع إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمة المجتمعية وتم تنفيذ مرحلتين من المشروع لدعم عائلات عشان يزرعوا أكلهم في بيتهم ويكبروا قدرتهم على تأمين قوتهم وبيع الفائض فهذا بس أحد الأمثلة من المشاريع التي تم دعمها ونحن نرحب بالتعاون مع أي جمعيات موجودة في عجلون طبعا ضمن شروط ومعايير وحكام الشفافية كيف يمكن أن يصل نتحدث عن ثلاث جيوب للفقر في محافظة عجلون وبالتأكيد أنتم تضعون هذه الاعتبارات فيما يخص أي مساعدة تقدموها أو أي تشبيك معدل البطالة معدل الفقر كيف يمكن في عجلون يعني لو أرادت مجموعة من الأشخاص بشكل فردي أن تحاول الاستفادة مما تقدموه في هذه المبادرة هل يمكن لهم ذلك؟ منصة نواة تتعامل مع مؤسسات رسمية مسجلة لازم يكون لها طابع قانوني يسمح لها تستقبل التبرعات بس على سبيل المثال هاي اليوم نحن موجودين نواة عندها اتفاقية مع المجموعة العربية فممكن أن نواة تقوم بشبك المجموعة مع الشركات المحلية لتنفيذ مشروع مع إحدى القرى تكون المجموعة هي المظلة القانونية لاستقبل هاي التبرعات وتتنفذ بإحدى القرى يعني هاي بس مثال إذا في مجموعة أشخاص ممكن يلجأوا لإحدى الجمعيات الموجودة ممكن كمان نحكي مع المؤسسات الرسمية اللي برضو مسموح لها تستقبل التبرعات ففي خيارات كثير متاحة بس العمل المؤسسي بضمن الديمومة بضمن الشفافية وبضمن حقوق كافة الجهات المتعاونة في فعل الخير في المملكة شكرا لك سيد أحمد يعني سأنتقل الآن مشاهدي الكرام إلى فاصل أول وقصير في هذه الحلقة ومثما نعود لمتابعة الحوار وطرح الأسئلة من قبل المواطنين في محافظة عجلون أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من جلسة علنية من محافظة عجلون تحديدا ونتحدث عن الواقع للقطاع الزراعي كيف يمكن أن نساهم بشكل أكبر بتحويل الأسر من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة في هذا القطاع تحديدا وفي محافظة عجلون تحديدا الآن مباشرة سأنتقل إلى أخذ الأسئلة والمشاركات من قبل المواطنين في محافظة عجلون رئيس بلدية العيون أبو حسان عنيزان نرسل معاليك بالنسبة للأبار اللي كنت تعطوها للمواطنين كنت تعطو ألفين دينار الآن قلاش طوع أعتقد لألف شيكة منجر الزراعة ألف ومويتين يعني الآن اللي بده يعمل له بير بأرضه هو الألف دينار شو بدني نسوي بدني يعني من متر متر نص في عجلون لأنه طبيعة عجلون كلها سخر نرجم معالي الوزير أنه بالنسبة لعجلون المخصصات ترتفع شوي الآن بالنسبة للطرق الزراعية أنتوا كوزار الزراعة إذا بدنا نفتح طريق زراعي وفيها شتولة فيها مئة كيلو حطبت نشفر يقن عليها سواء بلدية أو مواطنين هرجوا تخفيف الإجراءات بالنسبة للشجر اللي خنقول إحنا باللغة العامية شتول ما تعقدوش الإجراءات علينا بفتح الطرق الزراعي حتى انكال الزراعي أو تنظيمي الآن في عندي بلدية تعيون منطقة عرجان وعندي فراشون قني هذه القني ما بعرف يعني كزراع عنده كونها هي يعني بتغذي بساتين وبساتين مثمر يعني وإنتاج طيب في عندنا قني صغيرة ما بتسع يعني ما بتسع الكمية المطلوبة المياه خاصة السنة الله يعني أنا معينا بنعمة الأمطار إنه هذه القول أنكم تتبنوها تعملها صيانة شكرا هناك تعقيب معليك على نقطة محددة بالإضافة إلى الإجابة على أسألة رئيس قدرية العيون السيدة أبو حسان تفضل في وزارة الزراعة بادرنا مباشرة إلى أن تكون هناك وحدي لله مركزه وزارة الزراعة لأنه آمننا بأن أهل مكة أدرى بالشعاب واختيارهم لهذه المشاريع فنعتقد أنه أنجزنا نحن كافة مشاريعنا فيما يتعلق من المباني الحديث اللي تحدث فيه أخي العزيز زارنا في وزارة الزراعة وأنا أود أن أتحدث بإيجابي حتى نعظم هذا الجهد كتحدث عن أنه هناك زراعات ولم تكون هناك ديمومي أهم عنصر في زراعة الأشجار اللي هو توفير المياه اللازم إلى ريه هذه الأشجار وإحنا قلنا أنه مستعدين أنه نتساعد لأنه عندنا نماذج الآن موجودة كيف لنا أن نستغل استغلال الأمثل السقوط المطري بحفر بوضع آبار جمع على مزراب البيت من أجل أن نؤمن أقل ما فيها في عملية الصيف الري التكميلي لهذا الأشجار لأنه بدون وجود ري تكميلي ووجود ري لا يمكن لهذا الأشجار أنه أعتقد كون فيها ديمومي إحنا كذلك الأمر جاهزين من محطاتنا الزراعية بتزويد الأشتال وإحنا قاعدين بنزود أشتال لكل مناطق المملكي ونقيس فيها البعد تحمل هذه الأشجار للآفات وتحمل هذه الأشجار أيضا كذلك الأمر لردرة المياه وبنحدد كل منطقة وطبيعة كل منطقة ماذا تريد لهذه الزراعة أن تكون وإحنا فتحنا أبواب وزارتي الزراعة والبيئة لمثل هذه الطروحات وإحنا حددنا وقلنا إحنا بنتساعد في هذه الأمور أن نبدأ بالعمل مع أربعة أو خمس أسر وتنجح هذه الزراعة خير من أن نشتغل مع عشرة أو خمسة أسر وما يكون فيه نجاح نحن جاهزين أن نقدم جل خبرتنا في هذا الموضوع وكذلك الأمر مع المنصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل المواردة الطبيعية سواء كان ذلك باستغلال للعناصر الأرض أو المناخ أو المياه عودة إلى الأخ العزيز رئيس البلدي سؤالك في محله بس ما كانت ألفين كانت تسعمية صارت ألف ومئتين طبعا أنت تحكي مع واحد مزارعة كانت تسعمية صارت ألف ومئتين فارتفعت ل ثلاثمائة دينار الآن سيد العزيز إحنا الآن كحكومة أعطينا هذه المشاريع للامركزية لتحدد الأولويات التي سنعمل من خلالها في القطاع الزراعي فإذا تحدثوا عن أقني إحنا نعطيهم الموازنة وهم يحددوا هذه الموازنة وأنا هناك دراسة عندي بما يتعلق بالآبار وإن شاء الله ستكون دراسة إيجابية الأشجار الحرجية عجلون ميزتها عن باقي المحافظات بهذه الأشجار الحرجية إحنا اليوم بشاركية ما بين وزارة الزراع ووزارة البيئة فتحنا المتنزهات البيئية الجمعيات البيئية النشيطة اللي بتشتغل معنا إحنا بفتحها لهذا المتنزه بنقول حطوا إلكوا هون مقاعد حطوا إلكوا مرافق صحية وبدنا المرأة الريفية تبرز منتجاته هون كسياحة وبدنا يكون فيه دور تنموي سريعاً معليك الطرق الزراعية والقنوات الطرق الزراعية والقنوات كذلك الأمر إحنا الآن معروض الأقني في اللامركزي وإحنا بالنسبة أن دورنا بعد ما تنعرض هذه المشاريع أن نوظفها بالشكل الصحيح وأن تكون الدراسة بالشكل الصحيح والحجم بالشكل الصحيح حتى يكون تدفق تدفق إيجابي عنا مديرية للأبني مختصين مهندسين مدنيين مختصين بهذه التصاميم ويعملوها على سلوب اللي بإذن الله يكون يحقق هذه الإيجابية وهذا المشروع موجود عندنا بالنسبة للأشجار الحرجية إحنا اليوم ما بنوقف أي نفع عام على الأشجار الحرجية إلا فيما يخص الأشجار الحرجية اللي عليها الآن البقع الحرجية اللي عليها أشجار الحرجية تقل الآن لأخذ مجموعة من الأسئلة النائب السابق محمد الفريحان أهلا وسهلا معالي الوزير التحديات في الزراعة كثيرة وليست في عزلون فقط وأهم هذه التحديات التسويق تسويق المنتوجات الزراعية معاليك نهاجة نهج ممتاز جدا إنك حافظت على الإنتاج المحلي ومنعت استيراد أي صنف زراعي من خارج المملكة مدام فيه إنتاج محلي وكان لهذا الاتجاه دور في المحافظة نوعا ما على المزارع ودعمه ونرجو من معاليكم الاستمرار خاصة الآن أشجار الإسكيدينيا محافظة عجلون يا مع الوزير وفي قرية راجب حوالي 200 ألف شجرة 170 إلى 200 ألف شجرة وبزليان نرجو من معاليك المحافظة على هذه الشجرة الجديدة في المملكة واللي لها دور في تحسين الاقتصاد للمزارعين عامة وللمملكة البرك والأبهر أنا بدي أرجو معالي في فرق ما بين بير جمع للأرض البعل وما بين بركة زراعية للأراضي المروية عجلون نوعين الزراعة كفرنجة وراجب وعرجان بعض أراضيها زراعة مروية إذا أنا بدي أغطي البركة هاي أنا ما عدت أستفيد منها كمزارع لأنه أنا مش معتمد عميها لأمطار أنا عندي مياه نبع بحنا بنعب البركة على مدار اليوم كل يوم أو كل يوميا إحنا بحاجة في هاي الحال تنظيف البركة فأنا إذا غطيتها أصبحت مشكلة ما بستفيد منها بالشكل المطلوب أرجو معاليك التوجه والأخذ بتجربة الأخوان في الطفيلة الأخوان في مجلس محافظة الطفيلة أخذوا بتجربة دعم المزارعين في هذا الاتجاه وعملوا دراسات أنا بتمنى على مجلس محافظة عجلون تنسيق مع مجلس محافظة الطفيلة بهذا الاتجاه شكرا لك سيدة محمد طيب تفضل بصيغة سؤالات إحنا من طالب بمكتب ارتباط للسيد للسيد رامي برهوش لكونه متبني متبني مشاريع في عجلون حقيقية تستحق 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 الاهتمام فيها بأننا مكتب ارتباط إما بمديرية الزراعة أو عندنا بالمحافظة بمجلس المحافظة لأن المواطن ما بقدر يطلع العمان ويروح ويرجع على الفر طيب تسمح لا تفضلي ستة تعرف فيك وتأني سؤالك عيدة سيوف مزارعة ومنتجة للمنتجات الطبيعية اللي من المزرعة نفسها إحنا من طالب هون في عجلون في مركز إقليمي أو محطة بحثية تكون تابعة لمحافظتي عجلون وجرش أو تكون تابعة أيضا للمركز الوطني للبحوث الزراعية على سبيل المثال إحنا لما بدنا نيجي نفحص عينة بودونا إياها على عمان وبتفتقر عجلون وجرش بهاي الميزة فمنطالب فيها عشان يكون أسرع بالنسبة للمزارعين على قدوة باقي قرى المملكة كله موجود عندهم هاي الميزة وشكرا جزيلا للجميع شكرا لك سيدة عائش سؤال آخر زينب المومني أنا رئيسة اتحاد نوعي للمزارعات وعضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للمزارعين الأردنيين بنرحب فيكم لكن معالي وزير الزراعة حكيت عن اللي هي الوحدة لتنمية المرأة الريفية فكنا حابين نعرف أكثر عن أهدافها أنشطتها رؤيتها وخاصة لعجلون إحنا باللهيك طبعا بالوزارة السابقين يعني كنا كان في يعني فكرة لإنشاء معرض دائم لتسويق منتجات المرأة المزارعة وخاصة أن هاي أكبر مشكلة بتواجه الستات هون بعجلون المزارعات خاصة اللي هي تسويق المنتجات فياريت يكون في منفذ تسويقي للمنتجات وياريت كمان يكون في عندنا مشاريع لعجلون يعني مشاريع بنحكي عن اللي هو البطالة بنحكي عن دور المرأة الريفية بس للأسف عجلون يعني هي للأسف يعني ما هي مخضاء أي فرصة أو أي حصة يعني من هاي المشاريع فياريت برضو التعاون مع الاتحاد العام للمزارعين شكرا لك والاتحاد النوع والجمعيات الزراعية يعني لأنه معالي ظل يحكي عن المرأة الريفية والمرأة الريفية وأكتر مؤسسات والاتحاد المزارعين والاتحاد المزارعات وإحنا أصلا يعني مع وزارة الزراعة وعرفين يديش معالي الوزير يعني من أيام شكرا لك مجلس نواب نشاطه وجهده شكرا لك يتبلوري يعني على أرض الواقع وصلت شكرا لك يا سيدة زينب سأأخذ سؤال آخر الله يعطيك العافية نسلمان لك بس بدي أحكي مع معالي الوزير إذا سمحت بموضوع محفظة إقراضية موجهة للشباب اليوم في صندوق الإقراض الزراعي الموجود في محافظة عجلون ولكن للأسف في ضمانات تعجيزية كفالة أرض شكات بنكية وإلى آخر اليوم أنا كشب إذا بدي أقبل أروح أخذ قرض خمسة لعشرة آلاف دينار أنا مطلوب مني أطلع العيلة وارهن العيلة كاملة نوجه الزراعة في ظل المقدم اللي حكاها الأستاذ عبد الله المقدم أنه الأراضي الحرجية والمساحات اللي متوفر 27% على زراعة الأسطح إلى الأسطح المباني والهايدروبونيك وهي زراعة المائية واستدامتها شكرا لك الدكتور مونير الشويطر رئيس جمعية عيون على الوطن حقيقة نحن كجمعيات ننتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر أريد أن أركز على قطاع المرأة وإخراجها من مرأة مستهلكة إلى مرأة منتجة من خلال تعاون إخواني في الجمعية العربية لحماية البيئة والأستاذ أحمد الزعبي مبادرة ولي العهد نحن هنا في مجتمع النساء عندنا تعاني رغمها عندها وعندها الكفاءات للإنتاج ولكن نظنك الحياة وظروف العيش لا تسمح لها بالإنتاج نريد لها الدعم حتى تنشي أسرة وتتحول إلى منتجه نسواننا صاروا غارمات فبدنا فزعتكم وبدنا همتكم شكرا لكم شكرا لك دكتور طيب سأنتقل لأخذ الأجوبة ثم نعود في جولة جديدة للأسئلة يبدو بأن كل الملاحظات موجهة لك مع عليك ولكن اسمح لي أن أبدأ وأخذ يعني إجابة سريعة من السيد رامي برهوش مطالبة بمكتب ارتباط يكون موجود لكم في المحافظات لتعزيز عملكم بشكل أكبر انتشاركم في المحافظات كيف هو سيد رامي فكرة التعاون هي أساسية بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني القطاع الزراعي ما بمشي إلا يكونوا التلاتة متعاونين مع بعض إحنا في عنا إحنا زرنا مع علي الوزير وفي عنا علاقة كويسة مع وزارة الزراعة ورح نبدأ نستغل مكاتب وزارة الزراعة وين موجودة ويكون في تنسيق أكتر إن شاء الله قريبا وفكرة كتير كويسة يكون في عنا ناس من عجلون مثلا ممكن يمثلونها يعني عندهم نفس الفكر فكر الأمن الغذائي ارتباط بالأرض ما يتركوا أراضيهم ويروحوا على على إربد وعمان وكذا يهتموا فيها الفكر هذا الموجود هذول الناس طبعا بكونوا احنا منفتخري يكونوا معنا ومن عجلون وما في مشكلة أنه يمثلونا بين المزارعين اللي بعجلون يعني طيب هل تعتقد بأن هدف تحقيق الأمن الغذائي احنا إن شاء الله بكون فيه إن شاء أنا آسف بس إن شاء الله بكون فيه ترتيب فيه أصلا فيه هون مكاتب لوزارة الزراعة وإحنا ممكن عن طريق وزارة الزراعة يكون فيه اتصال ويكون فيه ناس من عجلون يمثلوا الجمعية يعني أعضاء بالجمعية عايشين بعجلون مش إلا مش لازم يجوا على العمان ممكن نلتقي فيهم إحنا نيجيهم ويسير اتصال بطرق مختلفة يمثلوا الجمعية مدرية زراعة عجلون اعتبر فيها مكتب لأخواننا وأبدأ متعاون معهم أنا عارف اللي بدك اعتبر هذا المكتب وعلاقة الوصف شكرا لك سيد رامي فيما يخص أحد الأهداف للجمعية وهو تحقيق الأمن الغذائي بالتشارك مع الأهداف للإستراتيجية الوطنية لوزارة الزراعة وهي من ضمن أيضا أهدافها تحقيق الأمن الغذائي هل تعتقد بأن الهدف صعب تحقيقه في ظل الظروف الحالية أنا يعني مؤمن جدا أن القطاع الزراعي بالعالم كله لا يصلح أنك تلوم عليه القطاع العام أو الحكومة أو وزارة الزراعة لأن القطاع الزراعي بالذات مبني من عدة جهات كلها مرتبطة بشكل غير عن أي شيء ثاني القطاع الخاص مقسوء يعني القطاع الخاص في عندك الاستثمار الزراعي واحد رجل أعمال راح إلى منطقة واشترى أرض كبيرة وصار يزرع هذا فيه له إيجابيات ولكن ممكن يضر المزارعين الصغار يعني القطاع الزراعي لازم القطاع العام يرسم استراتيجيات مرتبطة مع القطاع الخاص ومرتبطة مع المجتمع المدني المزارعين إذا ما تنظم ضمن جمعيات وتعاونيات صعب يأخذوا اللي يريدهم إياه من الحكومة صعب يأخذوا اللي يريدهم إياه من القطاع الخاص صعب يأكدوا أو يحددوا مطالبهم ويحصلوا عليها فإحنا مع هذا الكلام إحنا مؤمنين كجمعية أن المزارع الصغير هو أساس الوطن مش المستثمر الزراعي مع أنه الاثنين مهمين شكرا لك سيد رامي سيد أحمد إجابات سريعة إذا سمحت لي دكتور مونين شوطري تحدث عن المرأة دورها الأساسي النساء تعاني في محافظة عجلون رغم القدرة على الانتاجية وكما تحدث مع لي هناك مشاريع كثيرة قامت عليها المرأة سواء من الانتاج المنزلي وتسويق هذه المنتجات في معارض تابعة للوزارة أو بشكل عام تابعة لجهات محددة كيف يمكن لكم في منصتنا يعني في طريقتين أول طريقة التي هي من خلال تشبيك مع مشاريع قائمة على سبيل المثال في سوق نعمة الذي ينفذ من قبل مؤسسة الأميرة تغريد موجودة في كفرنجة وبساعد سيدات في عجلون كافة المحافظات أنه يسوقوا منتجات ومنهم يعملوها فهاي أول طريقة الطريقة الثانية أنه كأصحاب جمعيات نتمنى منكم تتواصلوا معنا على أفكار معينة على مشاريع إلها أهداف إلها تفاصيل خطة عمل إلها ميزانية ومنحكي معكم ومنشوف إمكانية التشبيك مع شركات أوردنية أو داعمين ممكن يقدموا هذا الدعم اللازم وهذا طبيعة عملنا هاي شغلنا شكرا لك أتي إليك معليك يعني الملاحظات كلها في عهدتك الآن الله المستعان باختصار إذا سمحت لي هذا الشرف عظيم باختصار لضيق الوقت أنا مطلوب مني قرارات مش مطلوب مني إجابات تفضل التسويق الزراعي والأسكدينيا ثقوا تماما كلمة من ابنك لن تدخل حبي واحد من الأسكدينيا إلا بالقدر اللي إحنا بحاجته واجب وزارة الزراعة حماية المنتج المحلي بالتوافق مع الثلاث عناصر اللي حكينا هنا التاجر والمستهلك والمزارع وأنا بحكي أمامكم وأنتم مزارعين تنفس تنفس خلال الأربع عشهر القطاع الزراعي كثروة نباتية أو ثروة حيوانية وأنتم بتعرفوا كم زاد الخروف وكم زاد السعر الآن وتنفس مزارعي الثروة النباتية لم يكن هذا إلا لإدارتنا لهذا الملف بحماية المنتج المحلي الأسكدينيا سنحمي هذا المنتج من أجل زيادة رقعة المساحف بالنسبة ل محطة العينة الفحص الأختي اللي حكت العينة اللي من عندك تؤخذ مننا من مختصيننا وبتطلع على المركز الوطني وتفحص وتعود إلكي بالمجان بالمجان بأخذوها منك لأنهم يعرفوا كيف يأخذوا فحص التربة وأنا الآن هذا ابنكم محمد اللي لديه أحكي عربي هذا رائد الشرمان وبحكي إلو الآن بدهو يتولى هاي بخضعة منك وهذا الحكي مش مني هذا واجب وزارة الزراعة بالنسبة للأخت زينة بالمومني عضو الاتحاد نحن الآن قررنا بوزارة الزراعة عنا ثمن دنومات على الدوار السابع كان الخيار أن نبني وزارة الزراعة أم نقيم معرضا دائما فقررنا أن يكون معرضا دائما وهذا المعرض الدائم للمرأة لم يكن إلا لنجاح المرأة الريفية وهذا المعرض الدائم سيكون معرضا متميزا متميزا تصميمه أخذنا دعم من الفاو وأخذنا دعم اليون دي بي والتصميم على معرض يليق بالسيداتنا اللي بنفتخر فيهن وفي إنتاجيته اليوم أنا بحكي أمام أهلي في عجلون أنتم أدرى بالحكي اللي بحكي فيه وين في منطقة فيها مياه مصادر مياه عليها أرض حرجية مش مقاملها أشجار نستطيع من خلالها أن نزرحها بزراعة الدجة واقتصادية سووا جمعيات تعالوا للشباب لما تعطينا العمل على وزارة الزراعة أنا بتولى من المؤسس التعاوني أعملكوا جمعيات وسيكون الدعم من الأقراض الزراعي مباشر وبدأ أقول لك شغل على الأقراض الزراعي الأقراض الزراعي هو بنك المزارعين حفاظنا عليه هو حفاظ على مستحق للمزارعين اليوم احنا اتخذنا قرار مبارح بأننا سنوقف التحصيل للقروض الزراعي على المزارعين تماشيا مع وضاع المزارعين وحسينا بدلت تنفسه بدلت لها بتنفسه أكثر الشيء الثاني ضاعفنا بعض الأشياء اللي شفنا فيها إيجابي كان القرض على الطاقة الشمسية 75 ألف الآن قررنا أن يكون 150 ألف وإذا فيه إقبار راح نقرر يكون 300 ألف القصد من هذه العملية أني أنا المدخلات الإنتاج تكون بأقل ما يمكن حتى ينافس مزارعنا وحتى نمكن مزارعنا مزارع بسيط في الغور فيه عفوا في المفرق كانت فاتورة الكهرباء ثمن ألاف ونص دينار بعد ما أقام هذه المشاهدة من عنا صارت فاتورة خمس دينار فقط الرسم خمس دينار هذا الحكي بدنا نساهم فيه بشكل كبير جدا تواؤم مع وزارة البيئة والزراعة اليوم نتحدث عن التغير المناخي وفيه عنا منح على التغير المناخي عملنا كالآتي التغير المناخي قلنا محطة اللي بيستفيد منها اللي بيعمل فيها المزارع محطات توزيع المياه على المحروقات فيها انبعاث لبعض الغازات اللي لا نحب البيئة أن تكون قررنا أن تكون هاي دعم بستة مليون إلى محطات لتوزيع المياه لتوزيع المياه بالطاقة الشمسية شكرا وستكون ميتين محطة في الأغوار وميت محطة في المرتفعات اللي بدي ياه من الجمعيات جمع أخواتي اللي سألن عن مديريت التنمية رفية وتمكين المرأة الآن ما بخرج من عندك إلا أسماء الجمعيات معي وبيدي يكون فيه تنسيق مشترك حتى نبلش إحنا نساعد بإذن الله في الموضوع وإحنا جاهزين إذا تسمح لي معلش لأنه الشاب بدي يسأل تسمح له طيب مداخلة سريعة سليمات تفضل معليك ما جاوبتش على الموضوع المحفظة الإقراضية تفضل ما أجابت على موضوع المحفظة الإقراضية وكان فيه التفاف على الإجابة بعد إذنك تحملني ويتسع صدرك الله عليك لأنه أنا من الناس أنا وصديقي رحنا بدنا نأخذ قرض من خلال النافذ الإقراضي لإرادة وهذا المشكلة واجهتني حقيقة أنا ومجموعة شبابي ونفس الإشي بتروع صندوق التنمية وتشغيل فإحنا ما بدناش كلام ما احترامي لك للتصدير إحنا بدنا حلول واقعي محفظة إقراضية مئة ألف موجهة ضمن دراسة جدوة حقيقية تكون من خلال إرادة لشباب حابين يشتغلوا مشروع زراعي وهذا المشروع إذا رأت إرادة إنه هذا ناجح مولو ضمن ضمنات معقولة وشاكل إليك إجابة مباشرة بالله عليكم سيد العزيز أول إشي أنا أعطيت بشارة أسمع لك أنا هون مسؤول لما جاوبة 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 مباشرة أن لما أقول لك الأقراضي الزراعي هو بنك المزارعين وحمايته واجب علي حماية هذا المال واجب علي أنا جزء من إجابتي واجهتي لك الآن القرض اللي بدنا أعطيه ضمان التسديد هذا القرض ضمان التسديد هذا القرض هو ضمان للمحافظة على مال المزارعين ومال الأقراض الزراعي هذه لو لم يتم المحافظة عليها للآن ما عندي بنك للمزارعين الأقراض الزراعي وهذه المؤسسة معني فقط اسألني إذا كانت بتعطي لغير المزارعين اسألني إذا كان فيه الآن كل هذه التسديدات لغير المزارعين لكن هناك يشترك معنا اتحادات مزارعين أنا معي في الإدارة من الاتحاد العام المزارعين مطلعين على كل شيء كيف لي أن أحافظ على هذا القرض أنت توجهك سليم وصحيح لكن أنا كذلك الأمر بدي أضمن ديمومت هذا المال العام والمحافظة على هذا المال العام شكرا لك شكرا لك معالي يعني اسمح لي دكتور محمد أنت أبني المحافظة ولكن تتحملنا في هذا الموضوع لأنه سنستمع إلى معالي وربما لضيوفي الكرام وأنت أحدهم إلى ملاحظات ستتوجه بشكل أكبر لربما إلى معالي وزير الزراعة طيب السئلة أخرى تفضل غسان ربضي من عجلون مزارع وصاحب معصرة نحن نتبهل الطرق الزراعية غالبيتنا مش قادرين نصل إلى أراضينا في طرق مكتوب عليها حق المرور ما إلهاش سعة مش محددين سعتها ما منقدرش أحواض كاملة ما قدرنا إذا تزلها حالة عطفت المحافظ معه خبر أنا راجعته وقالوا هاي مش من صلاحياتنا بدي أصل أرضي كيف بدأ أصلها أرضي إذا محطوط طريق ومش محطوط سعاء لها انجبرت أنا قدرت أركض وروحوا هذه وجبت كتاب من عطوفة معالي مدير دائرة الأراضي إنه هاي الطريق سعتها ست متر وجبت كتاب وعطيته للأشغال على أساس إنهم إذا صفونا على الدور نفتح طريق من جديد بعدما كانت الأليات الصافة بدأت تفتح الطريق لغوها لأنه شخص واحد اعترض الشغلة ثانية إحنا أصحاب المعاصر من طالب بيئة تبهزية زراعة وبيئة والمعاصر خاصة بالزراعة كمان إنها إنه إذا فيه مكانية إنه بدل ما نضل روح على كيدر جارش وعجلون يعملون لنا مكب نفايات لا 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 شغلة هاي شكرا لك سيد غسان سؤال آخر المحامي زهر السوال من عظم مجلس محافظة عجلون والنعم مع الوزير بالنسبة للطرق الزراعية ثلاث متر وقبل ما تروح حكومة هاني الملقي إجا معالي سامي هلسه وشألته عن الموضوع وقال لي بالحرف الواحد أعطيني عطوة 14 يوم القرار بطلع من الدرج بمكتب الدرج روح سامي هلسه والعطوة بعدها ما نفذه الآن يبدو إنه فيه قرار كاين من مجلس الوزراء بالموضوع فما عليك يعني بدنا نسهل عليك تبحث عنه وممكن يكون هذا الأمر يفيدنا لأنه هاي مشكلة كبيرة جدا شكرا لك سيد زاهر بما أنه اليوم يوم القرارات معاليك بدنا قرار بإنشاء مركز رشاد زراعي بعرجان قضاء عرجان منطقة زراعية بامتياز فإذا معاليك الآن يعني لا ما منطلع من هذه الجلسة لما أخذين قرار من معاليك لأنه خذنا عدة قرارات وما تنفذت شكرا لك سيد زاهر وشكرا لك شكرا لك سالم زيتون من قرية اسمها عرجان في محافظة عجلون مزارة جد عن أب حتى أوصلت إلي هذه الأمنية مثل ما حكوا له الدكتور والأستاذ الزعبي إنه إحنا بننساوي مشاريع تخدم الناس والآن حول ثلاثة براجع براجع حتى أفتح طريقه تخدمني على مسمعة الرئيس البلدية ومناطق كلها أنا من عرجان ورحنا نراجع معالي وزير الأشغال قبل عقد من الزمن بقول فين هي هذه عرجان الله أكبر عليك يا زمي فين هي هذه عرجان عرجان هاي احتبرها اللي بعمال يا سيدي واحتبرنا احنا المهملين بطل من معاليك إنك تعطيني موعد اللي موعد إني أفتح طريق حوض الظهر ثماني من أراضي قرية عرجان داخل المحمية حتى أصل إلى أراضي وعيش مع الدواب اللي بقيت عايش وأبوي معهم بديش تقنية شكرا لك سيد زاهر طيب طيب بلاحظة سالم وزاهر السوالمة وغسان الربضي الطرق الزراعية والأصحاب المعاصر سريعا إذا سمح الطرق الزراعية اللي انت تحدث لي فيها وبدك تسريع فيها أنا اليوم عضو مدرس وزراء ومثل أي زميل إلي وأنا بإذن الله سأكون ناقل وناقل بأماني ومطالب إلكو إحنا أي شيء حتى لو كان في وزارة أخرى ما بنتنصل كوزارة زراعة أنا مظلة للمزارعين أفضل كلا يمكن أن نتنصل منها رح نأخذها منك وتابع معك إن شاء الله ورح تكون متابعتي مباشرة معك في هذا الموضوع لأنه بدنا نعرف تفاصيلها قضاء عرجان أنا نعمل فيه مركز كذلك الأمر ما بدي أحكي شيء قبل ما أن ندرسه نشوف هذا القضاء من أين هو مخدوم كيف البنية التحتية الموجودة فيه شو أنواع الزراعة وإذا كان هذا يستوجب أن يكون فيه مركز أنا مباشرة لن أتردد في أن يكون فيه مركز بس هذا الحكي لازم ندرسه وإننا وعدنا أن تكون فيه زيارة الكوخاصة وهذه الزيارة ستكون قريبة بإذن الله ونطلع على هذه أصحاب المعاصر سريعا معليك المعاصر إحنا بالنسبة أن وزارة البيئة أو وزارة الزراعة معنيات في عملية الترخيص وفيما يتعلق بالزيبار وهي معنية في وزارة البلديات لكن إحنا وزارة البيئة أنشان أكثر من مكبه هذه الصورة وبدأ أقول لكم شغلي إحنا سندرس هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة البلديات المعنية في هذا الموضوع مباشرة وأنا سأكون ناقل لأن هذا جزء من عملي كوزير زراعة وكوزير بإذن الله شكرا لك معليك رسالة سريعة دكتور محمد وأيضا ضيوفي الكرام في أقل من دقيقة سريعا تفضل سيدي بالنسبة للطرق الزراعية اللي هي الثلاثة متر والحق المرور هو مربط الفرس في دائرة الأراضي المساحة إنها تصدر تعميم كل طريق ثلاثة متر يصبح ستة متر وكل حق المرور يصبح ستة متر فقط لا غير هاي حلها فأنتمنى مع الوزير تنقل لمجلس وزراء وعاد فيها شكرا لك سيد رامي عندنا تحدي سيد العزيز في موضوع تطوير قانون الزراعة والاستخدامات الأراضي الحرجية الآن استحقاق تنموي في محاوط عزون أن يعاد النظر في القانون حتى يستطيع الناس يستفيدوا من الميز التنافسي من الأراضي الحرجية الموجودة ومحاذية للمناطق السكنية شكرا لك سيد رامي سريعا ارتباطكم في القرى تبعدكم هي يعني تعزيز لسيادتنا على مواردنا وعلى غذائنا وإحنا مسؤوليتنا كشعب أردني أنه نقف معكم ونساعدكم في التزامكم مع أراضيكم وارتباطكم فيها سيد أحمد يعطيكم العافية ومن هذه المنصة بدعوا إن شاء الله مؤسسات المجتمع المدني الجمعيات فيها عجلون تواصلوا معنا بمشاريعهم عشان نقدر نشتغل مع بعض ونشوف كيف إمكانية تنفيذه من خلال المنصة شكرا لك شكرا لك مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام بداية وزير الزراعة معالي المهندس السيد إبراهيم الشاح شكرا جزيلا لك رئيس منجلس المحافظة الدكتور محمد أصمادي شكرا لك وأيضا السيد رامي برهوش رئيس الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة شكرا لك وأيضا الرئيس التنفيذي لمنصة نوى إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد السيد أحمد الزعبي شكرا جزيلا لك شكرا لكم ولسيعة صدوركم وأيضا شكر خاص لجمهور محافظة عجلون شكرا لكم ألقاكم الأسبوع المقبل في أمن الله شكرا لكم